الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ونيةً خالصة وأسأله جل وعلا أن يني لنا من فضله وإحسانه الأجر العظيم والثواب الجزيل وأن يجعل أعمالنا مما نجد ثوابه يوم لقاءه وبعد فهذه قراءة لبعض أحاديث كتاب الجمعة من مختصري صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وغفر له فلعلنا نقرأ بعض أحاديث الباب ونعلِّق عليها بشيءٍ من التعليقات فليتفضل القارئ مشكورًا بارك الله فيه الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم وكانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا في الحديث مشروعية مزاولة الناس لأعمالهم وأن الأولى بالإنسان أن يكون ممن يشتغل ويعمل لا أن يكون ممن يجلس ويكسل ولذا قال كان الناس عمال أنفسهم وفي هذا فضيلة كسب الإنسان بيده وعمله بيده لينال أجره وفي الحديث أن الفاضل لا يبعد أن يصدر منه روائح غير مرغوب فيها إذا أدى شيئاً من الأعمال وفي الحديث استحباب التنظف والتطهر وإبعد الروائح التي تكون في بدن الإنسان وما يصيبه من العرق ونحو ذلك خصوصاً عند رغبته في الذهاب إلى مجامع الناس سواء في العبادات أو في غيرها وفي الحديث أيضاً بيان ما كان عليه الناس في الزمان الأول في عهد النبوة من اجتماعهم في مسجد واحد ولم يكن من شانه من يضع مساجد للجمعة متعددة وفي الحديث ليتيان إلى الجمعة ولو من المكان البعيد وقد استدل بعض الفقهة بهذا الحديث على أن من كان يبعد عن المسجد مسافة فرسخ فإنه يجب عليه أن يجيب النداء وأن يؤدي الصلاة في الجمعة والجماعة وكان من أدلتهم هذا الخبر واستدلوا عليه بأنه عند سكون الأصوات والركود الهوى وعدم وجود المزعجات فإن صوت الأذان يصل إلى هذا المقدار وقد قال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب والفرسخ قرابة الخمسة كيلو يعني قرابة الثلاثة ميل وفي هذا الحديث مشروعية الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة وقد تقدم معنا أن الفقهاء اختلفوا بذلك ما بين موجب للغسل يوم الجمعة وبين من يرى أنه مستحب ليس بواجب وهناك قول ثالث يقول من كانوا يعملون ويصدر منهم روائح وجب عليهم غسل الجمعة ومن لم يكن كذلك لم يجب عليه وقد قال بهذا بعض التابعين وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس قوله كان يصلي يفيد التكرار والدوام وقوله حين تميل الشمس أي حين تنصر في الشمس من كبيد السماء إلى جهة المغرب وفي هذا بيان أنه يجوز أن تفعل صلاة الجمعة بعد الزوال وهذا محل اتفاق وإنما الكلام في أداء صلاة الجمعة قبل الزوال فأجازها أحمد ومنعها الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك بأنه لا بأس أن تكون الخطبة قبل الزوال لكن لا تكون الصلاة إلا بعد الزوال وكان من أدلة الجمهور على أن أول وقت الجمعة الزوال هذا الحديث في قوله كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس والآخرون قالوا بأن هذا يبين وقت الأفضلية ولا يحدد وقت الجواز وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هذا الحديث كنا نبكر بالجمعة استدل به أحمد وطائفة ممن يرون جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال وقوله ونقيل بعد الجمعة القيلولة هي نوم الزهيرة وفي الغالب أنه يطلق على ما بعد الزوال وقد يطلق على ما قبل الزوال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة قوله كان النبي يفيد تكرار هذا الفعل إذا اشتد البرد يعني في الشتاء بكر بصلاة الجمعة لأن الجو بارد فلا حر على الناس فيه أما إذا اشتد الحر فإنه كان يؤخر صلاة الجمعة حتى يبرد الجو قليلا قبل أن يخرج وقت الجمعة وعن عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت غدماه في سبيل الله حرمه الله على النار قوله هنا وأنا أذهب إلى الجمعة باستدل به الإمام البخاري على المشي إلى الجمعة وأن ذلك من الأمور المستحبة وفي الحديث فضيلة الجهاد وفضيلة المشاركة فيه وقد جعل المؤلف من تفسيري في سبيل الله الذهاب إلى مواطن الطاعات وعن نافع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه آخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا فالحديث المنع من أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه عند انتظار صلاة الجمعة وظاهر النهي التحريم ولا يوجد دليل يدل على خلاف ذلك وهل التحريم مقيد بالرضاء بحيث لو أقامه فقام راضيا هل يدخل في النهي أو لا والظاهر عموم لفظ الحديث لذلك وفي الحديث الترغيب في أن يتفسح الناس وأن يتوسعوا في مجالسهم حتى في استماعهم لخطبة الجمعة وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أهل المدينة زاد عثمان النداء الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد نعم قوله كان النداء يوم الجمعة فيه مشروعية الأذان لصلاة الجمعة والمراد به الأذان الذي يكون بين يدي الخطبة بعد صعود الخطيب للمنبر وقال أوله إذا جلس الإمام على المنبر يعني لم يكن هناك نداء أول أو أذان أول لصلاة الجمعة وإنما يكون فيه الأذان الذي يكون بين يدي الخطبة واستمر الشان على ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان عثمان تولى الخلافة في سنة أربع وعشرين إلى سنة خمس وثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد استلم أبو بكر الخلافة سنتين وعمر عشر وشيئة وبعد ذلك استلم أستلم أعثمان وعمر كان آخر خلافة آخر السنة الهجرية في يوم الثلاثين من شهر ذي الحجة وولاية عثمان ابتدأت من بداية شهر محرم وقوله هنا فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس احتاجوا إلى أن ينادوا قبل رقي الخطيب للمنبر حينئذ أمر عثمان بأن ينادى النداء الأول لصلاة الجمعة وهذا النداء قد أقره عليه الصحابة وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل وهو يدخل في عموم النصوص الآمرة بإقامة النداء لصلاة الجمعة ومن ثم يقال بأنه أذان مشروع وقع إجماع الأمة عليه وقوله فأذن به على الزوراء وهو موطن من المواطن التي تكون في ضواحي المدينة قال فثبت الأمر على ذلك يعني على وضع أذان أول لصلاة الجمعة فانتشر في الأمة ولم ينكره منكر قال ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد المراد بهذا اللفظ أنه لم يكن هناك مؤذنان يؤذنان في وقت واحد لصلاة واحدة فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم ولكنهم لا يشتركون في الأذان لفريضة واحدة بل يؤذن كل واحد منهم على أحده وهذا معنى قوله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وفي هذا بيان مشروعية الأذان عند الخطبة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن في هذا الحديث بيانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أداء خطبة الجمعة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقع على أنواع نوع الأول أفعاله الجبلية فهذه تدل على الإباحة والمراد بها الأفعال التي فعلها لا على جهة العبادة سواء كان الناس يفعلونها فقلدهم فيها أو نحو ذلك النوع الثاني الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم كزواجه بالتسع فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لأمته لاكتدابه في ذلك النوع الثالث من الأفعال ما يكون بيانا لحكم شرعي فيأخذ فعله حكم ما هو بيان له ومن هذا القسم هذا الحديث فإن الشرع قد جاء بمشروعية خطبة الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريقة أداة هذه الخطبة بفعله فيكون فعله على الوجوب وبالتالي فيشرع أن يخطب الإنسان قائما قد كان بعض بني أمي يخطب جالسا ولعله لكبره إما في بدنه أو في سنه إما في بدنه وإما في سنه وبالتالي فإن المشروع أن يخطب الإنسان قائما وقد قال تعالى وتركوك قائما مما يدل على مشروعية القيام في أثناء خطبة الجمعة وفي الحديث استحباب الجلسة بين الخطبتين وفي الحديث بيانوا أن صلاة الجمعة لها خطبتان تنفصل كل واحدة منهما عن الأخرى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا وزينتها ثم بدأ بإحداهما وثن بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير قال فمسح على جبينه الرحضاء فقال أين السائل آنفا وكأنه حمده قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك فقال أو خير إنه لا يأتي الخير بالشر وإن الخير لا يأتي إلا بالخير وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى امتدت خاصرتاه استقبلت عين الشمس فاشترت وثلطت وبالت ورتعت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال خضرةٌ حلوة فنعم صاحب المال لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله وأعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل فنعم المعونته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة في هذا الحديث مشروعية إلقاء الخطب من على المنبر كما قال أبو سعيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وفي الحديث مشروعية الالتفاف حول الخطيب عند خطبته فقد كانوا يجلسون ملتفين حوله وفي الحديث أن ما يعطيه الله عز وجل للعباد في هذه الدنيا من الخيرات والنعم إنما هو على جهة الابتلاء والاختبار لهم هل يؤدون فيه حق الله أو لا وفي الحديث في قوله إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض أي من خيراتها ويشمل ذلك الزروع والثمار والأشجار التي تخرج من الأرض ويشمل ذلك أيضا نبات الربيع ويشمل ذلك ما يستخرج من الأرض من المعادن على اختلاف أنواعها قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا وزينتها وفي الباب تحذير الإنسان من أن يغتر بالدنيا بحيث يجعل مقصوده مما يؤديه من الأعمال وهو نيل الحظ الدنيوي وهذا يبطل العمل ويحبط الأجر ولذلك على كل واحد منا أن يجعل مقصوده بعمله الآخرة بحيث يسعى ليكون عمله سببا من أسباب دخوله في الجنة ومن أسباب رفعة درجته في تلك الدار وليحذر الإنسان من أن تكون مقاصده دنيوية مجردة وفي مرات قد ينخدع بعض الناس فتكون مقاصدهم دنيوية ويظنون أنها تنفعهم في آخرتهم فمن أراد رفعة الشان وعلو المنزلة في الدنيا وأراد أن يكون مسموعاً له فيها فهذه إرادات دنيوية ومن أراد باكتسابه المال أن يستعمله في نفسه أو أن ينفقه على الآخرين ليثنوا عليه فهذا لم يرد إلا الدنيا وبالتالي لا أجر له في هذه الأعمال قوله فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر يعني هل يمكن أن يكون هناك خير فيتولد عنه شر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا مشروعية تأخير الكلام والسكوت عندما يلقى الإنسان كلاماً لم يكن متوقعاً له ولذا توجه بعض الناس إلى هذا الرجل فلاموه على هذا السؤال فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك قال فرأينا أنه ينزل عليه أي الوحي حتى نزل العرق على جبينه فمسح عن جبينه الرحضاء يعني العرق الكثيف ثم قال أين السائل آنفا أي ما هو مكان من سألني قبل قليل وكأنه حميده على سؤاله فقال الرجل أنا قال أبو سعيد لقد حمدناها أثنينا على هذا الرجل وعلى في مقامنا حين طلع لذلك ثم قال أوى خير هو لأنهم كانوا يسألون فيقولون هل يأتي الخير بالشر فبين لهم أن الخير المحض لا يأتي إلا بخير ولكن قد يكون مع الخير نسبة من الشر فيتولد عنها شر كثير ولذا قال أوى خير هو إنه لا يأتي الخير بالشر وإن الخير لا يأتي إلا بالخير وإن مما ينبت الربيع يعني إذا نزلت الأمطار في موسم الربيع الذي يكون بعد الشتاء يقتل حبط والحبط نوع من أنواع الأمراض يقول إنه إذا كثر الربيع فإن البهائم تأكل من هذا الربيع فينتج عنه مرض تنتفخ به بطونهم من كثرة الأكل أو يلم إلا آكلة الخضر فلعله يريد بذلك نوع من أنواع الإبل قال أكلت يعني من نبات الربيع حتى إذا امتدت خاصرتها والخاصرة في جنب الإنسان قال فلما أكلت يعني هذه الناقة آكلة الخضر استقبلت عين الشمس فاجترت أي أخرجت الطعام من معيدتها إلى فمها لتمضغه مرة أخرى وثلطت أي أخرجت الخارج الذي يكون من الدبر وبالت ورتعت أي لعبت بأنواع اللعب ثم عادت فأكلت مرة أخرى وبالتالي يؤثر عليها ومن ثم التأثر من الخير لا لذات الخير وإنما لطريقة التعامل معه قال وإن هذا المال المال المراد به ما يتمكن به الإنسان من الاستمتاع وشراء ما لدى غيره والمال أعم من النقود فكل ما كان يمكن بيعه فإنه يكون مالا قال وإن هذا المال خضرة حلوة تشتهيه النفوس وتلتذ برؤيته فنعم صاحب المال لمن أخذه يعني المال بحقه فجعله في سبيل الله فيه الثناء على من لديه الأموال الكثيرة متى كان يستعملها في طاعة الله جل وعلا قال فنعم صاحب المال لمن أخذه بحق فجعله في سبيل الله وفي هذا فضل النفق في سبيل الله تعالى قال وأعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل فنعم المعونة يعني المال نعم المعونة وهو يعين الإنسان على قضاء حوائجه قال وإنه من يأخذه بغير حقه أي من يأخذ هذا المال بغير الوجه المشروع إما باحتيال وإما بسؤال وهو غير مستحق وإما بأخذ مال زكاة وهو ليس من أهلها وإما بواسطة الرشوة أو الربا أو غير ذلك من أنواع التصرفات التي لا ترضي الله جل وعلا فهذا مثله كالذي يأكل ولا يشبع فإنه لا يجد حلاوة طعم الغذاء قال ويكون شهيدا عليه يوم القيامة أن يشهد على صاحب ذلك الجمل قال وإنه من يأخذه بغير حقه فإما أن يأخذه من طرائق محرمة أو ينفقه في أمور محرمة فيكون كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا أن يشهد على صاحبه يوم القيامة سأل الله جل وعلا نوفقني وإياكم لكل خير وإن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا وأن يكون معهم في كل أمورهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى وأن يوفق جميع المسلمين للعود إلى دين الله وكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولا تامرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر